ذكر المرصد الأورو متوسطي لحقوق الإنسان أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يوسع من نطق التهجيل القصري في خان يونس جنوبية قطاع غزة بالقتل والتدمير والتنكيل الشامل وأضف المرصد في تقرير له أنه قام بتوثيق معاناة شديدة لألاف سكان خلال نزوحهم القصرية من خان يونس وسط أجواء ماطرة وباردة وإجراءات تنكيل إسرائيلية دون توفر أي مأوى آمن يفي بالحد الأدنى من الاحتياجات الإنسانية وأوضح المرصد أن نحو نصف مليون شخص في خان يونس تتضمنهم أوامر الإخلاء الجديدة لجيش الاحتلال بالإضافة إلى ثلاث مستشفيات وثلاث عيادات صحية